هون في وعي يعني إنهنا طلبنا إذا فينا نعمل هدنة يا شباب لأنه على شهرين ثلاثة هلأ هيده فترة آخر السنة ومن بعد كل هاي المشاكل اللي قطعناها عملوا يا شباب يا مسؤوليين هدنة أمنية سياسية نحب بعضنا نحكي بالأمل نحكي بإيجابية طيب تقطع لأنه هيده هول الشهرين ثلاثة بغض النظر عن موضوع الحكومة أنا عم بحكي عن الموضوع ومش بس السياحة عم بحكي عن موضوع الاقتصادي بالبلد اللي الموضوع السياح هو شقف منه أساسية عملوا هدنة هلأ هالشهرين وخلينا نشوف بس نعطي أمل للناس نرجع نعيد شوية ثقة بما أنك عم تحكي بهذا المنطق تحديداً يعني اليوم شو بتقول لكل السياسيين يلي بلشوا ببزار الانتخابات والمعارك السياسية يلي بتضر الاقتصاد أكتر من أي شيء تاني شو بتقول لهم للسياسيين اليوم التزموا الصمد لا مش يلتزموا الصمد بالعكس يكونوا بحركة مثلنا نحنا حركة إيجابية ما حدا يلتزم الصمد الصمد يعني كسول يعني ما بيعمل شيء بالعكس الصمد الفعال يعني الصمد اللي ما بيأذي يكون بإيجابية كل سياسة كل مجموعة سياسية كل حزب عنده شيء إيجابي يقدموا لهالبلد لا شعبه لناسه لأرضه ما يتأخر بطريقة إيجابية وتقدر نفرج السورة الحقيقية للبنان وللبنانيين اللي هلأ سمعناهم بالرابورتاج أنه مهما كانت الظروف من وين ما كانوا حابين يجوا على لبنان وهيدي أرضه ترجمة نانسي قنقر